رح نشترككم عن ضغط الدم وأفضل عشر طرق للتخلص أو انخفاضة بأسهل طرق طبعا عندما يصاب بعض الناس بارتفاع ضغط الدم فإنهم يخشون أن يلتقوا الدواء تفاديا أن لا يقعوا في شراك مرض مزمن ويحرصون قدر الأمكان على التحكم في هذا الإطراب الصحي وهو أمر ممكن في حال جري الانتباه إلى خطر أكبر لكن اليوم أدنى طبعا عشر طرق للتخلص من ارتفاع ضغط الدم فنشوف شنوء هذه الطرق اللي ويانا أولها طريقة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم هي خفض الوزن الزائد الذي يعد سببا مباشرا للكثير من الأمراض المزمنة وتشير التقديرات الطبية فإن التخلص من كيلوغرام واحد فقط في الوزن الزائد يخفض ضغط الدم بواقع مليمتر واحد زئبق والطريقة الثانية هي المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية ويوصي خبراء ب150 دقيقة في الأسبوع أو 30 دقيقة في اليوم الواحد أما الطريقة الثالثة لانخفاض ضغط الدم فهي الحرص على تناول طعام صحي والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشبعة بالسكر والملح فيما يوصي الأطباء بتناول البوتاسيوم لأنه يعمل على انخفاض الضرر الناجم عن السوديوم والنصيحة الرابعة هي انخفاض السوديوم في الطعام مثل تقليل الملح والعطمة المعالجة فيما يستحب أن تضاف بعض الأعشاب إلى الطعام لأجل إعطائه نكهة لذيذة وأكيد باقي النصائح راح تكون وياكم مثل ما لاحظتوا النصائح أو شفتوا النصائح اللي ذكرت لكم إياها احنا أغلبنا يخافون من ارتفاع ضغط الدم أو هبوض ضغط الدم المفاجئ لكن بهاي الطرق سهلة جدا ممارسة الرياضة اتباع الأنظمة الغذائية الصحية راح نتفادى هذا الموضوع وحتى ما نتناول علاجات خاطئة وبالإضافة إلى أنه أي أحد ما يريد يطبق هذه الشروط لازم يراجع الطبيب المختص بأمراض ضغط الدم أو الدم بالتحديد حتى ما يوقع بشي خطر معين من الأمراض المزمنة أو تكون عنده أزمة غير هذا الشيء أكيد أنا اليوم متواصل إياكم بفقراتنا المنوعة من هاشتاك شباب